للحدث اليوم سم واحد غادعون فالمدعي العامة الاستئنافية لجبل لبنان حضرت اليوم بقوة في قصر العدل ولم تغب عن السراء الكبير كما شكلت مادة لمؤتمر صحفي عقده ثلاثة نواب في ساحة النجم في العدلية أولا وبعد انتظار طويل قرر مدعي عام التمييز غسان عويدات أن يتخذ القرار الصعب وقف الإجراءات التحقيقية لعون مع عدد من المصارف إلى حين البت بالقضايا المثارة بحقها وأتبع عويدات كتابه بتعميم إلى كل النيابات العامة في كل المحافظات طلب بمجبه الامتناع عن طالب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييد الأموال ما يعني أن المدعي العام التمييزي أعاد التشديد على الضرورة تطبيق السرية المصرفية رئيس الحكومة تلقف كتاب عويدات وتعميمه بسرعة واعتبرهما خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي والواضح أن ما قام به عويدات اليوم سيريح ميقات في مفاوضاته مع المصارف بحيث من المرجح أن تتجه المصارف الجمعة المقبل إما إلى الاستمرار في تعليق الإضراب أو حتى إلى رفعه نهائيا في ساحة النجمة المعركة مع غاد عون اكتسبت بعدا أخر إذ طالب نواب مروان حميدي وجوج عقيس وزياد الحواط بإعلان عدم أهلية عون وقد تزامنت المعركة القضائية في ساحة النجمة مع معركة برلمانية أبطالها نواب الطيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وعدد من النواب المستقلين ما أدى إلى تطيير جلسة اللجان النيابية المشتركة في ظل الفوضى العالمة قضائيا وسياسيا كان لابد للدولار أن يرتفع إذ تجاوز الليلة لـ 88 ألف ليرة بدون أن تبرز تدابير عملية يمكن أن توقف ارتفاعه الجنوني ومع تحليق الدولار حلقت أسعار المحروقات فيما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام عن بدء التسعير بالدولار في السوبرماركت غدا لكن الضربة القاضية الحقيقية جاءت عصرا مع اعتخاذ رئاسة مجلس الوزراء قرارا قضى برفع سعر الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة بدءا من الغد ألا يعني القرار المفاجئ والكارثي أن الحكومة المقاطية قررت أن تقضي على من تبقى من اللبنانيين وأن تدخل البلد في دوامة جهنمية يصعب الخروج منها؟ أيها اللبنانيون أهلا بكم في جهنم ترجمة نانسي قنقر